من جديد نرحب بكم في هذه الفترة الإخبارية في ثاني مواضعنا لنهار اليوم سنتحدث عن ملائكة الأرض أو الحماية المدنية بعد غد الفاتح مارس سيكون اليوم العالمي للحماية المدنية نشاطات مختلفة ومكتفة ويوم في السنة للوقوف على أبرز إنجازات هذا القطاع الحساس والمهم في كل القطاعات والذي يخدم الإنسانية بشكل كبير للحديث أكثر عن احتفالات بهذا اليوم أصعد باستضافة النقيب مراد يوسفي مكلف بالإعلام بالمدرية العامة للحماية المدنية صباح الخير سيد يوسفي لكل مشاهدنا الكرام أهلا بك إذن أهنئك باليوم العالمي للحماية المدنية كل عام والحماية المدنية بخير وفي خدمة المواطنين بداية حدثنا ربما عن ماذا نظمت مصارحكم للاحتفال ووقفة هذا اليوم أكيد سيدتي شكرا على البلاتو هذا وعلى تكريبكم لنا في اليوم العالمي للحماية المدنية وهو المصادف في أول مارس من كل السنة وكل سنة هناك شعار خاص بهذه الاحتفالية وشعار هذه السنة وهي التقنيات المبتكرة في خدمة الحماية المدنية المصادق عليها في المكتب التنفيذي للمنظمة العالمية للحماية المدنية ربما في بادي الأمر دعيني نقول باسم سيد المدين العام للحماية المدنية العقيد بوعلان بوغلاف يعني تهنيه الخالصة لكل رجال الحماية المدنية والدفاع المدنية وتهنينا أيضا نحن غطاء الإعلام لكل الحماية المدنية يعني التي ترفقنا في كل عملياتنا التوعية والتحسيس أكيد إذن قلت لكل رجال الحماية المدنية والدفاع المدني عبر كافة العالم يعني بصفة عامة وبصفة خاصة لكل أعوان الحماية المدنية ومستخدمي الحماية المدنية بالجزائر بمختلف رطبهم وللإطارات الرشيدة التي تسير هذا الجهاز كما تفضلت يعني منذ قليل يعني هذا الشعار ماذا يخدم الحماية المدنية من التقنيات المبتكرة نحن نعرف جيدا ونعلم جيدا نحن في عصر التكنولوجيا يعني والتطور والتطور إذن هذا الشعار ما يلبي أو ما يخدم الحماية المدنية ونذكر مثال على ذلك يعني ما سوف نحقق هذه السنة يعني في حرائق الغابات التي تعد من الكوارث الكبرى يعني من المخاطر الكبرى عفوا سوف تستعمل يعني الطائرات يعني بدون طيار يعني الدرون هذه من التكنولوجيات كذلك في عملية الحراسة سواء بمصلحة محافظة الغابات أو كذلك تعطينا الصورة الآنية في الوقت يعني قصير جدا حتى نتمكن بناء عليها هذه الصور خطة عملياتية في التدخل الميداني وكذلك يعني هناك كذلك الأقمار الصناعية كذلك التي نحن كذلك تخدم الحماية المدنية في إعطاءها كذلك الصور سواء في الكوارث الكبرى وخاصة في الحرائق الغابات وكذلك يعني الروبوتات يعني في الروبوتات التي نحن الآن نشتغل عليها هناك يعني الروبوتات التي نستخدمها في مكافحة حرائق يعني داخل الأنفاق وهي الآن في التجربة يعني في التجربة حتى نحافظ على يعني الأرواح تعالى العوان الحماية المدنية تعانى في تدخل نعرف بلا أنها تدخل في الحرائق في الأنفاق هي صعبة جدا صعبة جدا حتى نتمكن من هذه الروبوتات لتدخل في عملية الإطفاء وكذلك في عملية الإنقاذ وكذلك هناك الأنظمة المعلوماتية الجغرافية التي لدينا مصلحة على مستوى المدرية العامة للحماية المدنية وفي كل مصالح يعني الولايات الوطن يعني في المدرية الحماية المدنية التي تعطينا يعني كل يعني الخرائط الجغرافية سواء في المساحات الغابية كذلك يعني في مختلف المخاطر الكبرى حتى نتمكن يعني بالتدخل يعني بصفة يعني سريعة فعالية جدا وكذلك حتى لا نسى يعني الأرصاد الجوية التي لدينا لها علاقة وطيدة وكبيرة جدا في تقديم لنا كذلك استعمال هذه التكنولوجيا في تقديم لنا الأرصاد الجوية اليومية ونحن فيها اليوم هناك نشرية جوية خاصة على الولايات الشمالية في تساقط يعني الأمطار بكمية كبيرة جدا وكذلك تساقط التلوج مما تسمح لنا هذه النشريات في عملية الاستعداد ربما الإجراءات كذلك والاستعداد الجيد وتأهب يعني كل وحدات الحماية المدنية في التدخل السريع وهذا يصب دائما دائما يعني في إنقاذ أرواح يعني الأرواح المواطنين ومتلكتهم وكذلك تساعد حتى في الاقتصاد الوطن يعني في الجزائر وكما نشكر كذلك الدولة الجزائرية ما قدمته لنا من كل يعني من المستلزمات يعني سواء من الاعتاد وكذلك حتى من التعدد البشري نحن الآن في التكوين في تكوين إطاراتنا سواء من الضباط والأعوان الحماية المدنية وكذلك يعني في دخول أعوان الحماية المدنية جدد كنت تبعتونا في المسابقة التوظيف التي قمنا بها هذه السنة يعني في الاستثمار في العنصر البشري وكذلك سوف يكون لنا كذلك في سنة 2024 حتى نستطمئ في العنصر البشري وكذلك يعني في العتاد اللازم المتطور يعني تكنولوجيا عالية فيما يسهل لنا في التدخل في مثل هذه العمليات سواء تدخلتنا اليومية وحتى في تدخلتنا يعني في تسيير وتدخلت في الكوارث الكبرى نعم سيد يوسفي أعود معك إلى الشعار ربما الاحتفال هذه السنة سنة باليوم العالمي الحماية المدنية تقنيات المبتكرة في خدمة الحماية المدنية هل يمكننا القول اليوم أن الجزائر مواكبة بشكل كبير لكل تطورات الحاصلة وتقنيات المبتكرة في مجال الحماية المدنية يعني في كل ما هو جديد في هذا المجال أكيد سيدة كريم هو يشهد عليها يعني داخل الوطن وخارج الوطن نعم كانت مشاركات للحماية المدنية في كوارث كبرى خارج الوطن وكانت مشاركات فعالة بشكل كبير بشكل كبير يعني كما تفضلت يعني منذ قليل يعني الدولة الجزائرية لم تبخل علينا يعني بكل التعداد يعني سواء البشري أو المادي وحتى الاعتاد التي يعني المبتكرة والي يحتوي على تكنولوجيات عالية جدا وشوفنا كذلك يعني كما قلت يعني في تدخلتنا في سنة 2022 و23 يعني سواء في زلزال مع أشقائنا الدول التركية والسورية ومؤخرا يعني في الإحصار وفيضانات يعني في ليبيا إذا تكلمنا على الزلزال يعني تركيا وسوريا تكلمت عليها يعني كل وسائل العالمية وكذلك الصحف العالمية الذي قدرت يعني مجهودات الحماية المدنية الجزائرية وهذا لم يأتي يعني هكذا فقط بل بالتكوين المستمر للأعوان وضباط الحماية المدنية يعني بمختلف رطبهم وما يحتويه يعني من العتاد يعني التكنولوجي يعني التكنولوجي متطور جدا في مثل تدخلات في مثل في مثل هذه التدخلات وكذلك يعني في التدخلات يعني في ليبيا مؤخرا كذلك يعني فرق الغطاصين الذي كلنا يعني جلبنا إليهم مؤخرا فقط يعني آخر ما أنتشرته يعني في يعني آخر المعدات التي يقوموا بتدخل في مثل هذه الحالات يعني في الفيضانات حتى نحمي العون الغطاص للحماية المدنية وحتى يباشر عمله أو ينقذ يعني أكبر ممكن من الضحايا في مثل هذه الكوارث نعم سيد يوسفي نقطة مهمة أثرتها وهي نقطة التكوين اليوم قطاع الحماية المدنية يعني تكوين مستمر ودائم للمواكبة يعني على يعني هو أحرز تطورا كبيرا في التكوين مقارنة ربما بقطاعات أخرى يعني اليوم العون أو أبسط رتبة في الحماية المدنية يعني كل الرتب يخضعون لتكوين ليس فقط يعني الجدد أكيد يعني التكوين هو يموس كل الشرائح يعني أعوان الحماية المدنية من مختلف رطبهم يعني سواء كانوا أعوان أو صف الضباط أو الضباط وحتى الضباط السامون يعني هذه التكوين سواء حتى يعني كما تفضلت يعني الجدد يعني عندهم تكوين لمدة سنة في المدارس أو في الملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية الموجودة ببرج بحرية وكذلك ستة ملحقتها الموزعة على التراب الوطني وهناك يعني كما نقوله إحنا باللغة تعالى يعني المزاجور يعني التكوين المستمر التكوين المستمر للضباط والأعوان للحماية المدنية في مختلف التخصصات وشوفنا يعني بدنا الآن نسير في التخصص يعني تعالي الحماية المدنية سواء هناك في الفرق يعني الإنقاذ في الأماكن الوعرة فرقة الطاصين فرقة الصين والتقنية فرقة يعني التدخل يعني الدولي للإنزراك التي تحصلت على الإشارة الدولية في 2017 وكذلك نكون حتى المجتمع المدني المسعف وهي المسيرة اللي اخدناها من 2010 لتكوين المستمر في كل عائلة ثم يعني المرحلة الثانية المستمر الجواري التي سوف يساهم معنا في المناورات في الاحتفال بأول مارس في المناورات في الإسعاف والإنقاذ والإطفاء في التدخلات اليومية أو في الكوارث الكبيرة يعني في الكوارث الكبيرة هذا ما نعتمد عليها يعني في التكوين سواء تكوين يعني داخل الجهاز الحماية المدنية وحتى تكوين يعني المجتمع المدني وهذا تعلمسعف في كل عائلة ما يساعدنا يعني في تدخل الأولي في الحوادث المنزلية والحوادث المرور خاصة يعني يكون هناك المسعف يعطي الإسعافات الأولية حتى لا يتفاق من الأمر ثم تدخل يعني سياراتنا لسيارات الإسعاف المجهزة طبيطين طبييا بالعتاد اللازم وكذلك بأطباء الحماية المدنية نعم سيد يوسف يا الاحتفال الذي سيكون في الفاتح مارس يعني بعد غد اليوم العالمي للحماية المدنية حدثنا عن مختلف نشاطات التي نظمتها مصالحكم ركيد هذا كان سؤالك الأول يعني فيما يخص يعني النشاطات بهذا اليوم العالمي هناك ندوات يعني الصحفية مع مختلف وسائل الإعلام ومن هذا المنبر يعني أشكر كل وسائل الإعلام الذي يشاركوننا دائما يعني في احتفالاتنا وحتى في تدخلاتنا اليومية اليومية وكذلك هناك مناورات تطبيقية أو محاكات حتى نبرز يعني مدى جاهزية الجهاز الحماية المدنية سواء في تدخلات اليومية أو في الكوارث الكبرى كذلك سوف كما قلت سوف نشارك فيها المسعفين الجواريين من المجتمع المدني الذي تم تكوينهم سوف تكون هناك أيام مفتوحة للوحدات الحماية المدنية وندعو من خلالكم يعني المواطنين يتقربوا يعني يوم فاتح مارس إلى الوحدات الحماية المدنية يعني كل الوحدات هي مجندة من أجل يعني مفتوحة في وجه المواطنين من أجل تعرف بعمق تعرف أكثر عن الحماية المدنية وكل معداتها يعني كل يعني سواء يعني المنظرية يعني كيفية العمل هذا كيف يعمل هذا الجهاز ما يحتويه من العتاد سوف تكون يعني هناك معارض لمختلف العتاد الحماية المدنية وكما قلت يعني منورة محاكاة تطبيقية يشارك فيها كذلك المجتمع المدني وكذلك هناك يعني يعني الرياضة هناك يعني مبارسة رياضية سواء في الكرة القدم أو في العدو كنا دلنا مؤخرا يعني العدو في المناطق الصحراوية هناك سوف تسلم الجوائز حتى وكذلك لا ننسى كذلك تكريم يعني متقاعدي هذا الجهاز يعني تكريما لهم ويعني ما قدموه لهذا الجهاز وما وصلنا إليه يعني إلى يومنا هذا ونحن نقول دائما يعني ما زال هناك المزيد حتى يعني نزيد في يعني التطور وحتى نكون يعني في حصن ضمن يعني المواطن الجزائري لأن نحن العمل تعنا والخدمة تعنا بالدرجة الأولى هو حفاظا على الروح المواطن وامتلكاته وعلى يعني الوطن الجزائر نعم سيد يوسفي الحماية المدنية يعني دورها وتدخلها يكون في وقت الكوارث طبيعية في وقت يعني الحرائق يعني معروف أنه الفترة الأخيرة أصبحت تشهد الكثير من الكوارث يعني خاصة في تقلبات الجوية يعني غير مرتقبة يعني تقلبات يعني مختلفة الفصول حرائق الغابات باتت كل فصل هل هذه كل هذه المتغيرات اليوم باتت يعني تشكل عبءا كبيرا على مصالح الحماية المدنية مؤخرا نشوفي سيدة كريمة حتى باش نعرفوا لا حتى باش المشاهد يكون يعني في الصورة يعني خاصة يعني في الكوارث الكبرى يعني الحماية المدنية ليست لوحدها في الميدان يعني هناك شركاء فاعلين هناك المؤسسة الدولة كلها يعني في التدخل في مثل هذه الكوارث الكبرى ونعمل يعني بتنصيق تام مع كل هذه يعني إذا كلمنا بالمقاييس عن مخطط التدخل يعني في مثل هذه الكوارث الكبرى لكن دانيا يعني باش نحطك في الصورة يعني الحماية المدنية يعني دائما جاهزة في مثل هذه الكوارث وهذا بتكوين كما قلت منذ قليل سواء من تكوين كل الأعوان حماية المدنية بمختلف رطبتهم الاستعداد الفوري نحن الآن لدينا فريق يعني في كل ولاية من ولايات الوطن يعني يتكون من 58 فرد له استقلالية تامة لمدة عشرة أيام وهو مستعد لتدخل في أي كارثة يعني داخل الوطن الجزائري ويتم استعداده في ظرف زمني قياسي ساعتين فقط يعني يكون جاهز بكل معدته التدخلية وكذلك حتى من الاستقلال ذاته سواء من الإطعام أو النوم إلى غير ذلك هذا كذلك مكسب للحماية المدنية وكذلك يعني أن الفرق التدخل في الأماكن الوعرة كذلك يتم استعدادها كذلك في ظرف زمني قياسي وكان نشهد عليها كذلك السيد وزير الداخلية وجماعة المحلية وتهيئة العمرانية عند تدخل رئيس الجمهورية لفرقة الحماية المدنية إلى زلزال تركيا والسوريا التي كانت في استعدادية تمة في الساعة الأولى من الصباح الباكر وهذا ما تلقيناه من الشكر الامتنان من سيد الوزير الداخلية والجماعة المحلية لشاف أن الفرقة كلها جاهزة يعني في خلال ساعتين في ظرف قياسي هذا لم يأتي عن سودا هذا فقط بل بتكوين وننسى كذلك ما يقدمه سيد المدين العام لحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف وهو ابن القطاع ما يقدمه من الخبرة التي مارسها في هذا القطاع حتى يزيد هذا القطاع أكثر تطورا وأكثر إزدهرا إن شاء الله وكما قلت دائما نحن نكون في خدمة الوطن بتاعنا وفي خدمة مواطنيننا وحفاظا على أرواح ممتلكاتها نعم عامل الحماية المدنية يعني يرتكز بشكل كبير على الجانب التحسيسي والتوعوي للمواطنين اليوم ونحن نواجه العديد من حتى ولو لم تعتبر كوارث يعني الاختناقات بالغاسة حوادث المرور وما شبه ذلك اليوم وأنتم تمارسون مهامكم تحسيسي كيف هل ترون أن هناك تطور في نسبة الوعي لدى المجتمع الجزائري يعني هذا الوعي هو عنصر مهم في مساعد أيضا في عمل الحماية المدنية أكيد هو الشق يعني عنده نسبة كبيرة يعني احنا عدنا في القطاع الحماية المدنية وهي الوقاية أو التحسيس والتوعية خاصة بالمخاطر الكبرى حتى يعني مؤسسات الدولة أو الدولة الجزائرية يعني بدأت تمشي في هذا الطريق ونعطي فقط مثال يعني هذه السنة فقط سواء في الفيضانات يعني قررت الدولة الجزائرية أن تبدأ مبكرة يعني في الوقاية أو التحسيس والتوعية المواطنين في هذا المجال وقدمت يعني عدة خدمات يعني خدمات وكانت أعطيت لأمس فقط كنا في تنصيب اللجنة الوطنية لمكافحة حراق الغابات مع سيد وزير الداخلية وجماعة المحلية والتهيئة العمرانية وكذا وزير الفلاحة والتنمية الريفية وكانوا حاضرين كل العمون ممثلون على الوزرات القطاعية التي لها الصلة يعني تحركات استباقية استباقية وكذلك المدرع العمون بينهم المدير العام للحماية المدنية وكذلك المدير العام للمحافظة الغابات لبدأ مسبقا في محاربة حراق الغابات يعني كانت الدولة بدأت من شهر نوفمبر 2023 في التجهيز أو التحسيس والتوعية لمثال المخاطر يعني خطر محارق الغابات وسوف نبدأ من اليوم في عملية تحسيس المواطن سواء عبر المنصات الرقمية تعنا أو المنصات عبر الصفحات فيسبوك أو الإنستغرام إلى غير ذلك التواصل الاجتماعي كذلك هناك بعض القرارات التي اتخذت من أجل فتح المسالك داخل الغابات تجهيز كذلك الريتل المتنقلة مبكرة هذه السنة وكان يعطى الإشارة والأمر للسيد المدير العام للحماية المدنية في تجهيزها بأفضل الوسائل وكذلك العنصر البشري في تكوينه لأنه ما يخفى لكش أنه لأنه يشوف الريتل المتنقلة المكافحة الحرق الغابات يشوف أعوال الحماية المدنية تكونين 58 عنصر بمختلفة أرطبهم لكن عندهم التكوين في عدة مستوياته هناك مستوى أول مستوى ثاني ومستوى ثالث ومستوى الرابع ليتحصل عليه الضابط القيادي ليكون يقود هذا الريتل المتنقل يعني قلنا في الفيضايات الحمد لله هذه السنة يعني سنة 2023-2022 لم نسجل يعني خسائر في الأرواح في الفيضانات لم نسجل فيضانات كبيرة يعني كبيرة جدا يعني مقابلة بالسنة 2022 أو السنة الفارضة ما نجهزه الآن في مكافحة حريق الغابات إن شاء الله يعني نتمنى هناك يعني كما تفضلتوا في البداية هناك طائرات بدون طيار يعني لدروني تكون بعملية الحراسة هناك بعض الأجهزة الاستشعار يعني في بداية الحريق هناك صور ترسل إلينا مباشرة عند بداية الحريق حتى نتمكن هناك استئجار الطائرات مبكرا هذه السنة نعم نعم واقتناء كذلك يعني الدولة الجزائية نعم بعض الطائرات يعني للإخماد الحريق الغابات هناك كذلك يعني الحوامات لإليكوبتر تابعة لحماية المدنية أو لجيش الوطني الشعبي كذلك الدرك الوطني هذه السنة سوف يساهم معنا في حراء يعني في متابعة هذه الحراءة الغابات والمساهمة معنا يعني كل أجهزة الدولة يعني مسبقا يعني مسبقا لتفادي يعني الحراءة الغابات التي نقول دائما وليس إلا في الجزائر وفي العالم المتسبب يعني الأول فيها وهو الإنسان نعم شكرا جزيلا لك نقيب يوسفي على كل هذه التوضيحات يعني نتمنى لكم يعني سنة سعيدة ويوم وطني يوم عالمي كل عام والحماية المدنية في الجزائر بألف خير كل توفيق لكم كل الدعم يعني من الإعلام ومن كل المواطنين لحماية المدنية في حماية الأفراد والممتلكات شكرا لك شكرا لك في الأخير وكما ننسى في الأخير أن نشكر كذلك المواطن الجزائري الذي يبارك لنا في هذا اليوم الاحتفال بيوم العالمي نحن نلاحظه في الخارج يعني عندما نخلص الخارج يعني يبارك لنا في الاحتفال بيوم العالمي وكما سمونا ملائكة الأرض كما تفضلت به يعني نشكر كل المواطن الجزائري الذي يبلغ لنا يعني أو يشاركنا في هذه الاحتفالات نعم شكرا لك نقيب مراد يوسفي مكلف بالإعلام